السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نأخذ درس تركيا للصف الرابع. في الفيديو الماضي اخذنا درس كاي بولون جنة. هناك العادي خمس كلمات. خمس كلمات اعطيني هون هاي مرة بصفحتين. هون ثلاثة و هون تنتين. بدنا نعمل تخمين عليه هون و نطالع من السجل و نعمل جملة عليه هون. طبعا التخمين ما كتبتو لانه الشرح بطول شوي. اول كلمة عندي اياها نسيل. نسيل. بالعربي هاي نحنا ما نقول نسل. نسل. يعني الجيل. الجيل. الجيل البعدنا. يعني كل خمسة عشرين ثلاثين سنة اربعين سنة اسمه جيل. هذا اسمه جيل. ناس يعني. ناس يعني. yaklaşık. طبعا التخمين ما مكتبه. هذا الانلام. anlamı. yani الشرح. نسل. yaklaşık 25-30 yıllık yaş kömelerini oluşturan bir bireyle yani يعني هو عبارة عن مجموعة. مجموعات بتشكل فئات. كل فئة عمرية اه حوالي اه يرمي باش وطوص حوالي 25-30 سنة. من كل جيل. يعني هلأ قنانا جيلنا هلأ قنانا شي وانتو اه راح يكون جيلكم شيء تاني. اه جملم. الجملة عليها. امرم. يعني نسيل. بزيم. بزيم. كين دين. دهائي. olur. يعني. بتمنى. انو جيل. القادم. اللي هو انتو. ان شاء الله تكونو. احسن الله. مساعد. مساعد. يعني. اه مناسب. ما يلاك كلمتان يعني. مناسب. او. 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 يعني. اتنينة بمعنى مناسب. جملة عليها. دون مساعد. المضغم. ايجين. سيزين. لي. بيجن. جورش. مك استديم. يعني. لان مبارحة. انا ما كنت. متفضي. يعني نقول. ما فضيت. فاليوم حاب. اني. اتقابل معك. مقدس. شيء مقدس. كمان عربية. شيء مقدس. شيء مقدس. شيء مقدس. شيء ما بيقبل بالنسبة لي. اذا كان مقدس. ما بيقبل انه حدي هنا. او انا بستغمد تقوتي منه. شيء مقدس بالنسبة لي. يعني. كوشلو بيرديني. سايقه. ويان دران. فيا. ويان در ماس. غريكين. اه. 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 او نفسها تقريبا. كدسال. كدسال. يعني. شيء بيثير. اه. بيعطي قوة. وبيعطي اثارة. اه. اه. وينه كتير احترام. اه. خصصا في الدين. خصصا. خصصا في الدين. اه. الله. النبي. الرسول. مقدس بالنسبة لنا. في مقدسات بالنسبة لنا. مثلا الكعبي الى اخره اي مقدسات فاشي نستمد قوتنا منا خلينا نقول يعني بتغطينا اثارة وقوة الجملة مقدس ايمانات ليرين بير قسم اسطنبول دا محافظة ايدي المكتدر يعني قسم من المقدسات موجود محفوظة في اسطنبول طبعا المقدسات الدينية هو المقصود فيها الكلمة الرابعة عالم الكون عالم الانسان عالم الحيوان عالم النبات الاخره ممكن نقول عنا الدنيا ممكن نقول عنا جهان نفس الشي الكون او الدنيا جملة عليها عالم دا انا مقدر جزال بير فار لك او الدون اا صانمي صان 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 م صان م هون على الاسود معانية ما كتبشية يعني هاي موصولي مع هاي صان م يرم صان م يرم يعني ما بتوقع انه في حد احلى من امي موجود به الكون هذا الكلمة الاخيرة بوزكر بوزكر مرت معنا لما الختيار عم يقول او لما العالم عم يقول انه اذا الناس ما بتنتبه على الطبيعة وبتحمي الطبيعة وبتدير باله على الطبيعة راح تصير الاشجار والغابات كلتا راح تصير شو بوزكر يعني عبارة عن سهول اه ما فيها شجر عبارة عن اه اشواق فقط. مثل هلأ ما رحمر معانا صجاك في اقليم لرده يعني في الاقاليم الحارة صجاك في اقليمان المعتدلية حرارة المعتدلية والحارة جنيش على اللارة اه يايل مش يعني ممتدي على مساهات واسعة يايل مش ممتد منتشر على مساهات واسعة كوراك اوتسو اه كوراك اوتسو نباتات شوكية خلينا نقول او نباتات قاحلي بيت كيلردين اه ولشان دوغا وهون عندي اه كمان اغاج سز بير اعلان يعني مناطق ما فيها شجر ما فيها غير قلنا غير النباتات القاحلي للنباتات الشوكية الجملة عليها نينين نينين نينيم هون انا مخاربة نينيم مفروض تكون نينيم يعني ستة بوز كر لار دان طب لا دغ اوت لار لا شفال ايلاج لار يابار د يعني ستة اه بتجمع او او عملة ادوية عملة ادوية بتعمل ادوية من الا الاعشاب اللي بتجمعها من السهوب من من بوز كر بوز كر هون في عندي اربع اسئلة يجب تمنى الناس بلغي ده الرجل الحكيم او جدد الحكيم يجب تمنى الناس بالطبع او جدد الحكام عد شخص ان الخرص عن الحيوانات يجب التنقريد والمكتفى جو كر الناس بلغي ده الرجل الحكيم جزيلاً جزيلاً، نسيلاً، تُكَنَنْ كُشُلَرْضاً سؤالتاني سلاح اجار صالح اجار و اكب فريق صالح اجار والفريق تبعوه هنگي كُش يووالارنه اي طيور اكتشفوا اماكن معيشته او اعشاشة لهذه الطيور اي طيور مرت معنا اول طيور بالكتل قلنا اسمه وكمان الطيور الثاني حتى تكون دوارات بالفيديو الماضي كاراباطاك والطيور الثالث ايبش ايبش لارين ايبش بقولوله ايبش بقولوله جلتك كارغازه يووالارنه سؤالتاني صالح اجار و اكب صالح اجار و فريق كُشلَرْضاً بولونجاً ايبشه 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 طيور يعني حطوا على رجليها متل ما قلنا خرزي بكتب عليها تركيا انسان لار طبراك لارنا صاحب لارسة لارسة اذا الانسان مهتم بها الطبيعة هاي شو رح يصير هاي شو رح يصير هيرير بوزكرا دنوب ياشان ماز بير هالي قلير يعني رح يصير كل منطقة سهوب مثل ما قلنا مو سهول سهوب بالباء بالعربي اما حكي سهوب اه اراضي قاحلية يعني خلينا نقول بدا تصير ورح تصير اماكن غير قبيل العيش يعني ما رح تلاقي مكان تعيش عليه هون عندي القنو مناص قلون دكي كوش يوفا لارنون كشفي الكشف عن مناطق او اعشاش طيور في بحيرة مناص الانافكر نفس الفكرة رح نكررها باثر النص المجتمعان باثر النص انصان لار تبراك لارنا صاحب 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 اراضي اذا ما بحبه الاراضي ها طبيعا ها بير وفي تبراك روض بصر بصر روض هم هم يعني ممكن نوصل لمرحلة اذا الانسان ما بفهمها الطبيعة هي ممكن نوصل لمرحلة اه الطبيعة هي كلها تتصير اه اراضي قاحلة وغير صالحة لا 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 معيشة الانسان ولا معيشة الحيوانات ايضا نجعلها المكينات الحي هون عم يقول لي اه سؤال خامس هون باش نجيت كلك عم يقول لي انتبه ها الكلمات اللي مكتوبة باللون العمق خلينا نرجع عليها عندي هون تشونكو لانه تمام وعندي هون اه وين صارت هاي عندي هون اويسا عندي هون اويسا كما مكتوب بالغامق يعني بينما وعندي هون مهرة مهرة اه يعني اتضحة لي اه وهون هون عندي بالكي بالكي نفسا بالعربي وعندي هون اشتاء وهيك يعني وهيك وهكذا عم يقول لي هاي الكلمات هاي عطت اثراء للنص او اغناء للنص يعني ما نقول له اه بيت اه صاغلا مشتر عم يقول لي وضح الشيء ما قلنا له اه بعد انه بالفعل التعليم ويقول لي وضحان صغار على بالasis اغناء ما صنع علشان ما صنع صاغلا مشتر يعني عطت اغناء للمص وعطوا وسوتوا هالمصطلحات مصطلحات السبب والنتيجة والاحتمال والتخمين خلت النص مفهوم بشكل اكثر بشكل افضل عم يقول لي استخدم جملتين او كلمتين منه لحتى تعمل جملتين قلنا الاول اول جملي احمد بالكي بل firearm ما احمد بالكي بلا لانه مريض اليوم او ما اجاه على المدرسي جملتين انه او دلدان او كلمتين اللقم انه اغناء لدل او كلمتين منه لديم عمد بلدان بالكي بلديب كي يقول لي طالع جملة من النص فيها النادين والسنوط السبب والنتيجة كمان بنهاية النص نفس الجملة سنكررها بو أمور سام ماس لك هذا قلة الانتباه أو عدم انتباه من ما قلنا أو اللون ولا دوام درسة إنسان لارا كيندي توبراك لارنو صاحب تشكماز لارسا لحد الآن هذا هون شو سبب النتيجة شو هير يير بوز قراء دونجك هذا النتيجة إذا الإنسان مثل ما قلنا ما بيهتم بهالطبيعة هاي راح تحول هالطبيعة هاي لكل تلا أراضي قاحلة أو لسهوب إذا في عندي سبب في عندي لدي جي اليدي جيت كلك مدى كورسيل دونياز في كوش العراء يلقي نيلر فالصور هاي اللي بيه المتين شو عطيت أو عن شو عما تحكي أو شو أغنيت المتين متين تاكيد كورسيل دونياز في كوش العراء يلقي نيلر دو شونيور لور شو فكرت انت شو ومتفكر لما شفت الصور بي الناس دونياز في كوش العراء يقول premiers كورسيل دونياز في كوش العراء يلقي نهائم لسه نحنا ما بنعرفها. وكمان آآ شقد فيه انواع من الطيور ما بتشبه كتير من الحيوانات اللي نحنا بنعرفها. او ما بتشبه الطيور اللي نحنا بنعرفها. هون عم يقول لي آآ غير الشيء يلي بالنص طالع مشكلة طالع مشكلة وعطي الحل تبعها يعني. آآ بس نتأكد. يعني طبعا مشكلة الى علاقة بالطبيعة وبالحياة تبعنا يعني بالكرة الارضي. آآ نكتب دوال آآ گزالك لرمزي يوك المشكلة انو الجمال جمال الطبيعة مختفى شوي شوي. الحل انسان لارا بلنج لندرمسي. بلنج لندرمسي يعني آآ الله صلى الله عليه وسلم محمد آآ تطوير او مو تطوير يعني توعي او ايه توعية الناس يعني توعية الناس لأهمية الجمال الطبيعة او أهمية الطبيعة. ايه radiant طبيعة. اعطم الناس لح مواجهة المشاكل اللي ممكن انه اه لمواجهة المشاكل اللي ممكن انه تطلع عنا بهالموضوع هذا مفروض نضل نراقب الطبيعة ونراقب تغيرات الطبيعة ونضل عما نعمل اه فحص اه سكسك اه باكم نضل عما نعمل فحص من فترة الى اخرى. اه اه طبعا هون في عندي الدخزنجو هوني تركتو لكم بتعملو بالصف بدو بحث كتير طويل بدو كتير طبعا السؤال العاشر هون عم يحكيني عن النقطين اللي فوق بعض النقطين الفوق بعض اه اكي نقطة اه اللي شو بنستخدمن اول شي كان دي سندين سونرا ايرنيك جملارين سونرا كلانر يعني اذا كنت عم تحكي وبدك تعطي مثال عن شي اللي عم تحكي عليه قبل ما تعطي المثال بتحط النقطين مثال هون با با بلقي دي اكي بيتكي اه تر ترو دهاتشو اه اه دهاتشو اه قرولر يعني اه كتير اه الاكتر نوعين مشهورات بي اه وواسعة الانتشار بهال بهال منطقة هاي بالبولقي هاي شو هني بدنا بدنا نعطي مثال واقع او بنعطي اه شو هني الاثنين بنكتب تنتين منحط نقطة نقطة نقطتين فوق بعض بعدين بنكتبون بير لير تين بير لير تين بير لير تين ممكن هاد منقول له العليق نبات العليق في يابان مارسيني هاي الحالي الاولى طبعا هون بنعطي امثلة عليها مشان ما نضيع هاي الحالي الاولى بنكتب عليها بير يلي هو بنعطي امثلة وهاي الجملة عليها كمان بازاردان بيراز سيبزي هالدم شو متل شو متل شو بدي اعطي مثال مثال اسباناك بطاطس فاسولية الاخري تمام عطيت امثلة قبل الامثلة بحط نقطتين هاي الحالي الاولى لاستخدام النقطتين فقط الحالي الثاني يعني اذا في حد يعمل قدامك مقابيلك او انت بك تنقل كلام عن عن غيرك او في حد يعمل قدامك شو قال قال كذا كذا الشخص هذا قال كذا كذا قبل ما قولته بحط نقطتين هاي اتنين هون اه استرونوت اه هو الرجل الفضاء طبعا جواب فيردي اه بوراس بوراس بيولايجي يعني هالمكان هذا انت معنا هون استرونوت عطى جواب شو عطى جواب شو قال قبل ما قبل ما قولته حطينا نقطتين هالمكان هذا بيولايجي يعني ممتع او هالمكان هذا اه ساحر خلينا نقول مثال عليها هون اوضح هتوقع المثال هون بابام دادي شو قال ابوي شو قال نقطتين فوق بعضون ما نقول يو كارتش كار كان اه وانتي طالع كسيري دي كتر جيب معك الشاكوش كسير الشاكوش او القدوم الحالي الثالتي جانيل اغ اغ الشبكي الشبكي الشو بنقول شبكة الانترنت يعني الشبكي جانيل اه اغ يعني في شبكة الانترنت العامي ادرس اه ادرس ليرين دي كولانر بنستخدمه كمان نقطتين نستخدمها في اه عنوين الشبكات العامي مثال هاي ثلاثة هون هون اتش تي تي بي نقطتين فوق بعض بعدين عندي هون شي خطين بعدين بنكتب العنوان مثلا هاد 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 يمكن تابع التربية انحنا هون كتبنا الايبا الايبا اه اتش تي تي بي اس بعدين هون عندي نقطتين شي خطين هيك ايبا دوت يعني نقطة نقطة جوف نقطة تي ري هذا موقع الايبا الحالي الرابعة هي اه بنستخدم نقطتين فوق بعض بالرياضيات يمن نعبر فيها عن البلون عن التقسيم هون مثلا كاتب اللي اه اللي اه بلو سكيز اشتر يدي بلو 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 اشارت لي بلو واستخدم واحك طبعا بنحسن نستخدم بكزا طريقة بنحسن نستخدم للبلو هيك مسلا صح بنحسن نستخدم اه ممكن نستخدم خط ممكن نستخدم خط اللي بلو بلو سكيز اشتر يدي بصير كمان طيب اه بنجي على الحالي الرابعة هون عطينا مثال يتمش بيش بلو اشتر يرمي بيش طيب طال الفيديو كتير منروح على السؤال الاخير هون في عندي الصورة هاد الولاد متل ما كون شايفينه شاف في حريق هون راح دق على الاطفائيه ايجي الاطفائيه قالوا له تشكري داريز مو هيك تشكروه وهذا عم يقول يا ولاد يعني يا شباب يا عالم يا هو يلي هو ترى اذا بتشوفوا حريق بس بكف نكون تقولنا بس هيك عم يقول لي جواب على السيلي هي حسب الناس غير سيل داكي تجوزوك يانقن يانقن غيرين جنيا بمشتر شو سوى لما شاف الحريق شو عمل راح عالتليفون دق على الاطفائيه مو هيك اطفائيه هبر ويرمشته انظر اطفائيه يعني جوجل داكيه يانقن يانقنا جر ميك اطفائيه اطفائيه يانقنا كارشنا كنتر جوجل يوانيه تدبير أطفائيه لراه أطفائيه هادون شو سووا شو عملين تدابير ويقائيه مشامين حرغو اتفائيجي لير يانقن البيسي ليري قيب لابسين البيسي ضد الحريق يعني وشو كمان كساك الطاق مش لاردة لابسين الكساك هاي الطاقية يعني يانقنا اتفائية اتفائية عراجة يعني وسيلة النقل خلينا نقول هون او واسط النقل تبع الاتفائي هاي سيرت اتفائي يعني الى مداغلة اتمشتر يعني ادخلوا اعملوا未داخلي على الحرية مشان يطفوه السؤال الرابع هون السؤال الثالثا عم يقول لي لوغو شعار يعني في عندي لوغو هاد وفي عندي هذا اللوغو وفي عندي هذا اللوغو وفي عندي هذا اللوغو شو معاني هون هاد مشان تليفون مشان اه حاطين Apps اشارة و تليفون هاي مشان دق عطفاي اذا شفت حريق تليفون لغو سو كلانه لا بلير تليفون يعني ممكن ان تستخدم هذا التليفون مشان دق عليه هون مو اطلع مشغل مشكله و هون حاطين الرقم اللي بك دق عليه تمام يوز يتمش يدي يوز يتمش يدي يانقن لغو سو هاد لانقن لغو سو شعار اليانقن مثل ما شايفين هون حاطين اشارة النار ومشتالي يانقن دورون دا ارانجاك تليفون نمارسي حاطين لغو نمارسي هون عنده اكي لغو هون اول واحده ايش ساعلق وغوينيه هزمت لغو سو هاد هاد بدل على هاي المنظم يخريان قول هون عنده اشارة النار وغوينيه باكانلغو لغو سو چالشما چ سوسيال س قوانيه غ باكانلغ ب هونه چ س غ ب تمام اخر سوال هوني كالعادي في عنده يدون بدأ اكتبون هون ان شاء الله تعالى اكتبون خطحلو طبعا ان شاء الله تعالى يكون حسنتي النافيدكم ربي يحميكم وفقكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله